طيب ملف أخير قبل ما أطلع لفصل وهو ملف مهم جدا مبارح كنت فتحت ملف التحكيم والملف ده عامل أزمة كبيرة جدا جوه اتحاد الكرة وجوه منظومة التحكيم آخر حاجة كنت أتخيلها في ظل هذا التخبط الإداري إن تكون فيه مشاكل متعلقة بالأمور التبية من أصل صحة البني آدم وصحة الإنسان دي أهم شيء سيبك بقى من فكرة أصل معسقر أصل حكم دولي أصل ده ياخد مطش كلام ده كله على فكرة ممكن نتناقش فيه لكن صحة الإنسان دي أهم شيء مبارح على جروب حكام منطقة القاهرة تحط إعلام للحكام عشان معادل كشف الطبي نطلع كده بالإعلام اللي نزل من على جروب حكام منطقة القاهرة لجنة حكام منطقة القاهرة قررت إجراء الكشف الطبي لحكام الدرجة الأولى غداً الأحد اللي هو النهاردة اللي هو النهاردة الموافق عشرين تمانية من الساعة ساعة صباحاً بفندق كذا كذا بمدينة نصر وعلى جميع الحكام التواصل مع سكرتير اللجنة غداً وعلى كل حكم إحضار صورة شخصية وصورة البطاقة رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة الدولي بش بشير طيب نرجع طيب كشف طبي في فندق يعني إيه هو مش الكشفات دي بتتعمل يا في مستشفى الطب الرياضي يا زي السنة اللي فات عمل في مستشفى السكة الحديد يعني إيه كشف طبي في فندق في فندق يا جماعة إزاي هل الفندق أو الغرفة الفندقية اللي أنت حجزتها مجهزة بأجهزة رسم القلب وبأجهزة التحليل وتحليل الدم وكل الحاجات الطبية اللي بتتعمل للحكام قبل داية الموسم عشان تعمل فيه كشف طبي لا طبعاً يا جماعة إحنا وصلنا للاستهزاب المنظومة إن لجنة الحكام الفرعية المفروض لجنة الحكام الرئاسية بتتابع ده قبل ما يتم نشره رسمي يتعمل كشف طبي في فندق طيب لما الكلام ده اتعرف ومبارح على فكرة أنا مش عامل انفراض بالمناسبة يعني الكلام ده مبارح اتنشر في أكتر من موقع وأكتر من مكان على طول رحت اللجنة سحبت البوست ونزلت تعديل على معاد الكشف أو نزلت تعديل على مكان الكشف تعالوا بوست تعديل اتقال في إيه لأنه اتقال في حاجات بصراحة كوميديية لنهارده كما جماعة عشرين تمانية بوست المكتوب في إيه قررت لجنة حكام منطقة القاهرة قاهرة غدا الاحد الموافق عشر تمانية يعني من السرعة غلطه عشر تمانية ده ما كانش الحد اللي فات عشر تمانية ده كان خميس لكن بقره او النهارده الحد عشرين وعلى جميع الحكام التواصل مع سكرتير اللجنة لمعرفة معاده غدا والمكان فخلي المكان سري ليه سري بقى ما انت غلطت وقلت في فندق غيرت فين الحكام النهارده كشفت فين تعالوا بقول لكم النهارده ايه اللي حصل واللي حصل ده ما حصلش النهارده بس لا ده المفاجأة كمان ده حصل في معسكر الوعدين من كم يوم اللي كان تحت اشراف الفيفا تحت اشراف الفيفا اتعامل كشف طبي في فندق في نفس الفندق في غرفة فندقية واللي بيجري الكشف الطبي دكتور انفو اوزن عارفين الدكتور اللي ساعة الكورونا اللي كان بيعمل مسحة الكورونا دكتور انفو اوزن وحنجرة ده تخصصه هو اللي عمل الكشف الطبي في معسكر الوعدين وفي معسكر حكام القاهرة وفي معسكر حكام النخبة ده النخبة ده بقى اللي هم الصف الاول حكام الدوليين اللي هو يوم 24-8 يوم اللاربع اللي جاي فانت مفوت بتعمل رأس مقلب وبتعمل كشف بطنة وبتعمل تحاليل دم وانت بتعمل حاجات خطيرة ومهمة جدا هتعمل رأس مقلب على ايه وانت في اوضة في اوتيل هتعمله على ايه نفس المشهد ده كان موجود من سنة لما تعاملت في نقابة المهن الرياضية شقة في نقابة المهن الرياضية ولما الموضوع اتكشف والصورة طلعت على طول حصل تحرك والحكام كشفت في مستشفى الطب الرياضي اعتقد او مستشفى السكة الحديد طيب معسكر النخبة قائمة الدولية اللي جاي بنفس الكلام هتبقى فضيحة هتبقى مشكلة احنا ليه بنحط يدنا على السلبيات دي لان احنا عايزين نصلح المنظومة بس الناس القائمة على ادارة المنظومة مش عايزة تصلح عايزة الغلط يفضل مستمر بدليل اللي انتو شايفينه على الشاشة واللي احنا عرضناه طيب معسكر الوعادين اللي كحت تنظيم الفيفا اللي اتعامل من حوالي اسبوع وعشر تيام حصل في نفس الكلام اقول لكم على مفاجأة تانية ما هو الكشف الطب فيه مشكلة لما جيت عمل الاختبار البدني الاختبار البدني حكم مش هسكر اسمه بس حكم من الحكام اللي بيديره مباريات في الدور الممتاز على تقنية الفي ار تقنية الفيديو الفار جاله بطحة في الدورة الدموية وقوخ معليه في الاختبار البدني وماقدرش يكمل الاختبار البدني ورصف في الاختبار البدني ليه؟ عشان الكشف الطبي كانت فيه مشكلة الاختبار البدني اتعامل بدون سيارة اسعاف مندوب الفيفا في معسكر الوعادين ما يكملش الاختبار البدني لما اكتشف ان ما فيه سيارة اسعاف ولما في حكم من الحكام البارزين في معسقر الوعدين بقول لكم جاء لهبوط في الدورة الدموية وأغمى عليه وما كملش الاختبار تخيلوا لقدر الله لو كان الإصابة دي أو التعب ده أكبر من كده كان إيه اللي حصل كان رد الفعل كان عيبا إيه وحكم اسمه معروف على فكرة بس أنا مش أقول اسمه إنه هو ملو الزنب في اللي حصل الزنب زنب مسؤولين لجنة الحكام الرئيسية قبل الفرعية لجنة الحكام الرئيسية قبل الفرعية لجنة الحكام الرئيسية اللي سايبها ملابس الحكام في الجمارك من شهر 7 الغاد دلوقتي والمعسكر خلص ومش عارفين اللي غاد دلوقتي الملابس دي ما صيرها إيه لا الحكام استلموها ولا عارفين الملابس دي رجعت للفيفا ولا مين استلمها وودها فين محدش عارف وبنطرح تساؤلات وبنوجه رسائل وبنطرح أضايا ومحدش عايز يحل وكل ده ومحدش عارف بيريرا دلوقتي هو فين بيريرا دلوقتي وضع إيه هيكمل ولا مش هيكمل جلسته النهاردة هيحصل فيها إيه محدش عارف اتحاد الكرة لما يرجع بعد رجوع جمال علام ودين الرفاعي ووليد العطار من استراليا في اجتماع المفروض منتصف هذا الأسبوع يوم الثلاثة أو الآربة على أقصى تقذير هيتخد فيه قرار بناء على إيه محدش عارف شفتوا المشاكل وصلة فين معسكر الوعدين في مشاكل معسكر منطقة القاهرة حكام عتكشف في فندق معسكر النخبة مش عارفين هيجروا فين هل في الجهاز الرياضة العسكري ولا في حضرت الفندق زي معسكر الوعدين ما جريوا في الجنينة بتاعت الفندق آه جريوا في الجنينة ملعب كده جنب القوتيل جريوا فيه مفيش فايدة والله العظيم ما فيه فايدة والله هيحصل في ملف التحكيم الفترة اللي جاية وانا قلت مبارح أسوأ من اللي حصل في السنتين ثلاثة اللي فاته أسوأ من اللي حصل في السنتين ثلاثة اللي فاته عموماً هنشوف هيحصل إيه الفترة جاية وأنا كل يوم عند جديد ولسه مش هتكلم في أسماء ولكن خلال أيام هذكر بالإسم مين مسؤول عن إيه ومين بيخطط عشان ما يجيش فين ومين طلع مبارح في الإعلام مين طلع مبارح في الإعلام عشان يتعمله يعني غسيل مشاكل فترة فاتت يتعمله دور إعلامي مهم عشان يقدر يكمل الفترة اللي جاية غسل إيد من حاجات غلطات حصلت الفترة اللي فاتت يعني الأيام جاية وهنكشف عن تفاصيل كتير للملف ده لسه فيه أخبار كتيرة جدا